اشتركوا في القناة واللي يعد مثالا مذهل للهندسة العضوية اللي يميز البيت هذا او المنزل هذا انه محاط بالعشب الاخضر من كل مكان اللي يخليه غير مرئي وغير واضح بالنسبة للناس يعني فانه استخدم الهندسة او استخدم المهندس الاشجار والعشب لتحقيق خلق حواجز لتخفيف حدة اشعة الشمس القاسية وحمايته من التلوث يعني زي ما احنا شايفين والله العظيم انه منظر يفتح النفس يعني الواحد وده بس يقعد هناك ويقفل جوالاته ويقعد مبسوط يشم هوا نظيف فشي جميل صراحة يعني انا من الناس ترى اللي احب الطبيعة كذا كثير وقود اتأمل وعيش خيالي فان شاء الله يعني ان شاء الله انه طبعا طبعا صبري يقول لي صبري 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 لا 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 انا جنوبي واحب الطبيعة والخضار والدنيا الخضرة والحاجات الهلوة فالمهم فالبيت هذا صراحة من اجمل البيوت اللي ممكن الواحد يشوفها او حتى يعيشها لانه انا عندي اعتقاد شخصي لما انت تعيش في مكان طبيعي تماما احساسك في النوم غير احساسك في الحياة غير في النفس غير يعني الجدران هذي شوية قفلت علينا كذا ضيقت من نفوسنا شويتين وعبد الرحيم هنا قاعد يوافقني الرأي يقول صحيح 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 صح طيب نطلع للخبر اللي بعده يقول لك ملك التوازن هذا الفنان يتحدى الجاذبية طبعا الفنان روكي بيون وجد نقطة التوازن في اي شيء مبغيتها في صخرة مبغيتها في اثاث مبغيتها في الدراجات النارية فنان يعني فنان اي شيء يخليه متوازن شو كسر الشاشة ان شاء الله انها مستعملة يعني ولم الحراجة يعني عشان ما لا يحسوفه فاي شيء يخليه يبغاه يتوازن خلاه يتوازن بشيء مو طبيعي هذا الادمي فيسوي منحوتات رهيبة ويظهر لك شكلها كذا كنها تتحدى الجاذبية فعلا شيء غريب يعني واتوقع الشيء ذات ارى مو اي واحد ممكن يتقنه لانه في درجة تركيز عالية جدا جدا انك انت توصل لمرحلة انك قاعد تحس بالاشياء بحيث انك تخليها متوازنة فشيء رهيب والله يعني صراحة يعني ما انصح احد يجربها اذا بتجربها جربها فعلا بمو يعني لا تعليها اكثر من كذا شاء الله جيب ليت الخبر اللي بعده يقول لك ابتكار اجنحة للطائرة قادرة على تغيير شكلها انا اول ما قرأت الموضوع خفت شوي يقول لك طور فريق من المهندسين في الولايات المتحدة نوعية جديدة من اجنحة الطائرات مصنوعة من مئات القطاع الصغيرة المتطابقة اللي تخليك او تتيح لك امكانية تغيير شكل الجناح اثناء الطيران والباحثون يقول لون انه الفكرة هذه يمكن ان تمثل قفزة كبيرة في مجال انتاج الطائرات والرحلات الجوية طبعا يعني فكرة انك انت زي ما انت شايفها الحين انه فكرة انك انت وسط الطائرة وفي الطائرة فجأة شوف الجناح كذا وانت لاه ومقعد كيكون على الشباك وجنب الجناح فجأة شوف الجناح يتغير شكله عن نفسي يمكن شي مرعب يعني لكن ممكن في الناحية العلمية والهندسية هذا تصميم مبدئي زي ما حنا شايفين من ناحية الهندسية ممكن فعلا يكون لها تطور كبير وفعلا فائدة قوية جدا في علم الطيران اعوذ بالله نزلت كذا نزلت اكيد لها دخل يعني في علم الطيران يا جماعة بس من الهين الرائع لو طبقوها لاحد يجلس جنب الشباك بس عشان لا يخترع فاكيد ان لها علاقة في السرعة في الارتفاع في مثلا سرعة الهبوط وكيف ان الواحد ممكن يكون هبوطه سلس اكثر فالمهندسين يقعدين يحاولون يصنعون اشياء جميلة فوالله ينحييهم صراحة وعندنا برضو مهندسين سعوديين طوروا طائرات سعودية رح نسمع عنها قريبا يعني فكلنا فخر صراحة باللي قاعدين يسوون المهندسين السعوديين نطلع ليه نطلع ليه الخبر الثاني اللي يقول قطة تعيش يعني خبر مضحك صراحة الواحد ما يدريش يقول قطة تعيش في غسالة صاحبتها نسيتها داخل وقعدة تلف ثلاثين دقيقة بنشوفها الاحين في الفيديو الجاي القطة اللي نستها صاحبتها شف حليلها قد داخت إليه إليه ضاعت داخت إليه ضاعت مسكينة القطة يقول لك أنه ربي سبحان الله نجاها وقعدت على قيد الحياة بدون ما تتعرض لا لكسور ولا أي جروح بعد ما وضعت أو وضع في غسالة بالخطأ وتم غسله دورة كاملة ثلاثين دقيقة في منزل عائلة أسترالية تقول لك صاحبة القطة أنها كانت قلقة من ردة فعل القط تجاه العائلة يعني خافت على مشاعره لا يكرههم ما خافت عليه أنه بيموت ولا بيتكسر ولا فيقول لك أنه لا رجع لطبيعته بعد أيام يعني أكيد أنه المسكين ثلاثين دقيقة وهو يحوس بين غسيل وموية وصابون ودوران يعني يودك أنه بس واقف ولا محبوس لا قاعد يدور الله لا يحطنا مكانه يعني فهذه من الأخبار الطريفة صراحة اللي واحد عندها حيوانات في البيت أكرمكم الله ولا شيء انتبه لهم يعني لا يخلي الدنيا سائبة عشان يعني بالأخير هما أرواح طيب وصلنا للفاصل وفاصل قصير ونرجع بعدها لسلطنة الخميس مع واء الجبر بعد الفاصل موسيقى